مرحبا وتحياتي للجميع في هذا الفيديو سأقوم بتصحيح تمرين الفيديو السابق إن كان لك أي استفسار أو سؤال فلا تسردد في طرحي في التعليقات التمرين يطلب أن نبين هذا الاستلزام X يخالف Y تستلزم X زايد واحد مضربة في Y ناقص واحد تخالف X ناقص واحد مضربة في Y زايد واحد طبعا هناك من سيقول أن الأمر بسيط ولا نحتاج إلى استعمال الاستدلال بالاستلزام المضربة للعكس وسيجب بهذه الطريقة X تخالف Y تستلزم X زايد واحد تخالف Y زايد واحد وسينقص ناقص واحد في الطرفين X ناقص واحد تخالف Y ناقص واحد تستلزم إذن سنضرب طرفا بطرف X زايد واحد Y ناقص واحد تخالف X ناقص واحد إذن X زايد واحد في Y ناقص واحد تخالف Y زايد واحد في X ناقص واحد وطبعا هذا الاستلزام خاطئ لأن A تخالف B C تخالف D لا تستلزم دائما أن A C تخالف B D مثلا يمكننا أخذ مثال مضاد واحد تخالف ناقص واحد وناقص واحد تخالف واحد تستلزم ناقص واحد تخالف ناقص واحد هذه العبارة صحيحة وهذه العبارة خاطئة إذن الاستلزام خاطئ بالتالي لا يمكننا المرور من هذه العبارة إلى هذه العبارة لذلك أنصحكم دائما بالحضر جدا عند استعمال تخالف بل والابتعاد عنها إذا كان ذلك ممكن وهذا ما سيمكننا منه الاستدلال بالاستلزام المضاد للعكس لأن عند المرور إلى النفي تخالف ستصبح تساوي هنا وتساوي هنا لنبدأ الآن سياغة الجواب طبعا باستخدام الاستدلال بالاستلزام المضاد للعكس إذن هنا لدينا مكمم كوني إذن نكتب ليكون X و Y من R لنبين أن X زائد واحد Y ناقص واحد تساوي X ناقص واحد Y زائد واحد تستلزم X تساوي Y نبدأ X زائد واحد Y ناقص واحد تساوي X ناقص واحد Y زائد واحد تستلزم إذن سنقوم بالنشر X Y ناقص X زائد Y زائد واحد تساوي X Y زائد X ناقص Y زائد واحد تستلزم إذن واحد X Y سأقوم بنقل ناقص X إلى الطرف الآخر وناقص Y إلى هذا الطرف إذن ستصبح 2Y تساوي 2X تستلزم أن X تساوي Y وبالتالي حسب الاستدلال بالاستلزام المضاد للعكس فإن هذه العبارة صحيحة وهذا البرهان صالح لكل X و Y من R إذن لكل X و Y من R هذا الاستلزام هو عبارة صحيحة تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله تحياتي ونلتقي في الفيديو القهاية